شنو تأثير المعاصي اللي احنا نسويها على المطر هذا واحد اثنيا هو اكو سنة امطر من سنة يعني نقدر نخلي هذا اسم التفضيل ونقول هذه السنة امطر من هذه السنة يصير ماكو ماكو سنة امطر من سنة ولكن احنا بني آدم المعاصي اللي نسويها نخلي الله سبحانه وتعالى يحبس عنا المطر خلي نسمع نص الكلام اللي قايله نص الرواية اللي قايلها الامام الباكر عليه السلام عن ابي جعفر عليه السلام قال أما إنه ليست من سنة أمطر من سنة ماكو سنة أمطر من سنة زين ولكن يضعه حيث يشاء الله إن الله عز وجل إذا عمل قوم بالمعاصي صرف عنهم ما كان قدر لهم من المطر في تلك السنة إلى غيرها من الفيافي والبحار والجبال والكلام طويل الرواية طويلة أخذت من عدها موضوع الشاهد ويدرون تراجعونها بعدما أذكر المصدر يعني إحنا البشر إحنا المسؤولين حتى على الخير اللي الله سبحانه وتعالى يجيبنا إياه ولكن ما أخذتني العزة بالإثم لا وشلون وش اسمه ونكابر ونجيبها منا وردها منا على كل حال الكلام طويل الكلام من كتاب ثواب العمال وعقاب العمال صفحة 276 عقاب المعاصي والرواية رقمها واحد لأنه بهذا الباب أكون مجموعة روايات دمتم بخير وفي أمان الله